فشل أو عدم نجاح عقد جلسة هذا اليوم لمجلس النواب العراقي أثبت حقيقة مهمة جدا وهي أن هناك غرفا مظلمة تدار من خلالها العملية السياسية والدليل أنت لو أردت أن تأتي بقرار عراقي بحت وقرار عراقي صرف من أجل أن تغير هذه الغرف المظلمة تتحكم بالدمن الموجودة في مجلس النواب في الحكومة في أي مكان الأماكن تمنع عليك على أن يكون القرار عراقي نهائيا فحقيقة حلقة هذا اليوم أريد أن نعرف هذه الغرف المظلمة من هي هذه الغرف يعني هسا الآن واحد يجي يقول والله يعني ستة شم طولها شم عرضها يعني من هو ما يعرف إيران لا المسألة ليس مسألة إيران المسألة مسألة أكبر من موضوعات إيران يعني إحنا صارنا في منطاع السنة إي ما معقول كل اللي يجوه عملاء إي ما يصغر هذا العشي ما معقول كل بالعملية السياسية عملاء ما معقول كل بالعملية السياسية يكرهون العراق يعني أنا ما قاعد أتقبل هذا الشيء يعني ما أستوعبه ولا يمكن أن نعمن فكرة أن كل الموجودين هم أعداء للعراق أو هم ما يريدون العراق أن يبقى دولة مفككة ضعيفة غير قادرة على أن تتخذ قرارها بنفسها ما قاعد نعرف من الذي يتحكم بالعراق من الذي يتحكم بملفات الفساد من الذي يتحكم بأن يكون فلان رئيس جمهورية وهذا رئيس وزراء وذاك رئيس برلمان وهذا رئيس مجلس قضاء أعلى وهذا رئيس رئيس المحكمة الاتحادية نريد أن نعرف من الذين يتحكمون بهذا الشيء من الذي يتحكم في كثير من المسائل يعني ما معقولة إحنا عندنا أمور صارت أثناء العملية السياسية لحد الآن إحنا ما لاقينها جواب نهائيا ما لاقينها جواب كلمة التوافقية مجواب للمشاكل اللي تم تجاوزها خلال ثمن طاعة السنة والله يا بشن ليش ما تخذ وقرار والله أكو توافقي هاي مجواب هذا مجواب عندما تجي تلقي تكمس سبع سيارات مفخخة في بيت رئيس كتلة سياسية زين وعملية انقلاب على العملية السياسية بكاملها والكل تعترف فيها زين وما أحد يمد إيده على رئيس الكتلة والسيارات المفخخة يروحا زين أنا أردس أسأل سؤال هاي سبع سيارات مفخخة لو كان لقيهن بيت مواطن اعتيادي شي صار بي مو ودون جلده للدباغ ليش هذا ما صارت ليش ما حد يحاسبه ليش ما حد يحاسب الناس اللي تطلع بالفضائيات تقول إحنا حرامية ليش ما حد يحاسب الناس اللي تقول إحنا عندنا ولاء لإيران أكثر من ولاءنا للعراق ما حد يحاسب ليش ما حد يحاسب رؤساء كتلة سياسية عندهم مشكلة فيما يقدرون يحلون قضية وزير الدفاع بيناتهم المنصر تسير لأسات زين ثاني يوم يسافرون نروحون لتركيا وتقولون سوريا والرئيس التركي هو بالنص حتى يحل لهم مشكلة وزارة الدفاع ما بعقوله إحنا الدولة الوحيدة الدولة الوحيدة اللي بيها العمالة افتخار يعني يعتبر أنت مو عميل أنت امتياز يعني يقولوا لك ليش ما نجحت في العملية السياسية لأن ما عندك ظهر يعني بيقوسيا يعني أنت مو عميل يعني لازم نصير عميل حتى يصير عندك امتياز النجاح في العملية السياسية هو أي نجاح نجاح شخصي إليك الكتل تاك للحاشي إيمال تاك مو نجاح للعراق وكل الموجودين عملاء الموجودين العميل الإيران والعميل التركيا والعميل السعودية وعميل مدرب منه بس بالمحص لأين العراق من هذا الموضوع ما موجود إجي هذا التحالف الثلاثي راد بصورة أو بأخرى راد بصورة أو بأخرى أنه يقول أنا أريد أروحا إلى قرار عراقي بحت وفعلا نحن كلنا نتفق على أنه مهمة التحالف الثلاثي يعني تحالف القادة الوطن حتى لو اليوم ناشحر الجلسة وتم اختيار رئيس جمهورية وتم تكليف رئيس وزراء في هذه الجلسة المسألة مو سهلة المسألة أيضا صعبة بها تحديات يعني أنت تجي لازم تفلش تكمش معمل وتفلش بناء مبني صالة 18 سنة 19 سنة من الفساد والبنية الغلط للعملية السياسية وللعراق أيضا المسألة صعبة كنا وافعين أمل بالله تعالى أنه بلكة رب العالمين يعني يوفق الجماعة تمشي لمسألة هذه ومع ذلك اليوم محتفلين الجماعة الجماعة اللي يقولون إحنا ولائنا الإيران محتفلين ويدقون ورقصون ويغنون ليش أنه يفشلوا جلسة مجلس النوام إحنا نريد نشوف ما الذي يتحكم هاي الغرف المظلمة ما الذي يتحكم بها إيران أمريكا المرجعية المرجعيات السينية والشيعية الدينية السياسية منه ها ربنا نعرف منه اللي قاعد يتحكم بالقضية هذه كلها ويسمي رئيس وزراء من اللي ينطل حق من اللي ينطل حق لناس قاعدة ببيوتها لا مشاركة من الانتخابات ولا تعرف الانتخابات بدأت لو انتهت يجيبوها يسوها رأساء وزراء هاي صارت بألفين وستة زين بألفين وستة رئيس الوزراء مرشح انتخابات زين وصارت بألفين وثمنتعش رئيس الوزراء اللي حطوه بألفين وثمنتعش ايضا ما مرشح انتخابات ومين هاي جاية فكرة مرشح التسوية ليش مرشح التسوية زين إذا أكو مرشحي تسوية وأكو فشيء اسم رؤساء كتل هم يتحكمون بكل شي أين ما نروح انتخاباتها غاتي أين ما جاي بينا ثلاثمية وتسعة وعشرين نائب نطيهم نطيهم تقاعد نطيهم جوازات دول مماسية واحتمال منها الأربع خمس دورات انتخابية بعد صير الموازنة العراقية كلها ونفطنا كلها بس تقاعد للبرلمانيين المن جايبين ذولة على شنو جاي بيهم شنو القضية زين إذا كانوا ذولة النواب الموجودين بالبرلمان هم تتحكم بهم قيادات الكتل السياسية ليش ما يجوا قيادات الكتل السياسية هم يقودون خليجون هم يقودون ليش حاطل مجموعة الدم هو يحرك بهم خليجون هو يقود العمل يقول آني وكذا شون اليوم طلعوا بعض الشخصيات طلعت استعرضت فإحنا هذا نريد يعني نقوله نقول أكو شي بالعملية السياسية بالعراق ما موجود بكل العملية السياسية يعني إحنا قاعد نتعامل ما قاعد نتعامل مع نظرية سياسية معترف بيها دوليا أو نظرية يعني تدرس في جامعات وكليات العلم السياسية إحنا قاعد نتعامل مع فشي خاص بالعراق ما موجود هذا الشيء الموجود بالعراق ما موجود بأي دولة نهائيا هناك غرف مظلمة هناك ناس غيبيين هما القاعدة يتحكمون بالعراق ما قاعد نعرف ذولا نحاول قدر المستطاع اليوم مع ضيوف الأكارم أنه نحصر هذا الموضوع وريد نشوف من ذولا القاعدة يتحكمون بالعملية السياسية في العراق والذين يمنعون أن يكون هناك قرار عراقي بحث وخالص يمثل العراقيين